اشتركوا في القناة وفي هذه المرة قصفت الميليشيات الحوثية مركز سيتي ماكس التجاري بالمدفعية وبشكل مكثف ما ادى الى تدميره واحتراقه بما فيه من بضائع تجارية كانت تقطي احتياجات السوق المحلية في المدينة وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات من ضمن القرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة هو تدمير مبنى سيتي ماكس التجاري هذا وإحراقه ونهبه بالكامل وهناك عدة جرائم اخرى تنتهي كلها الميليشيات وتستمر في الانتهاك خطوة تسعى ميليشيات الحوثي من خلالها الى الضغط على المواطنين للالتحاق في صفوفهم وسبق ان استخدموا المدنيين ذروعا بشرية وتحصنوا في احيائهم السكنية ليس هذا وحسب بل تواصل الميليشيات اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية وحفر الخنادق وعمل السواتر الترابية في الاحياء العامة والشوارع بالمناطق السكنية في الحديدة وتحويل المباني الى ثكنات عسكرية بالاضافة الى امعانها في ممارسة جرائمها وانتهاكاتها بحق ابناء الحديدة الميليشيات الحوثية تمحن في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في مناطق سيطرتها بحق المدنيين في المقابل تتزايد خسائرها في جبهات المواجهات وتحديدا في جبهة الحديدة التي تتكبد فيها خسائر كبيرة في العتد والعتاد